موسيقى مرحب بكم جديد مكملين معاكم بحلقتنا لليوم نروح لطبعا الكرة الأوروبية وعودنا الدوري الإنجليزي دايما على الإثارة والندية في مبارياته هذا الموسم شهد ببدايته العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة اللي خلتنا نشوف فرق جديدة في مقدمة الترتيب وتراجع لفرق كبيرة في الدوري الإنجليزي بالإضافة لتحقيق نتائج يعني منقدر نوصفها بالمعجزات ضد فرق كبيرة رح نحكي أكثر عن هذا الموسم ومواقع الفرق فيه مع المحلل الرياضي محمد حلمي راشد أهلا وسهلا فيك مساء الخير سميحة مساء الخير لجميع المشاهدين يعني من نقول الدوري الإنجليزي المجنون إيش عم بيصير؟ فعلا هي كانت جولة تاريخية يعني جولة السجل فيها كثير من الأهداف أنت بتتحدث عن 144 هدف في 38 مباراة تقريبا يعني أربع أهداف لكل مباراة نعم هذه النسبة يعني ما حدثت من سنوات طويلة كان فيها مفاجآت كثير سقوط للأبطال سقوط للأندية الكبيرة ما هي الأسباب؟ الأسباب كانت أنه الأندية عندها مشاكل ما عالجتها في فترة ما قبل الموسم نعم تعرف أنه الموسم يعني انتهى بشكل سريع ما كان فيه جولة تحضرية للأندية فلذلك دخلوا في الموسم الجديد بدون أي تحضير مسبق هذا أعطى ستيب للأندية المتوسطة وأندية الضعيفة وأيضا كان سلبي على الأندية الكبيرة طبعا وشفنا نتائج اللي حصلت وهارد لك لجميع الأندية يعني نتحدث عن ليفربول تلقى سبعة أهداف نتحدث عن منشستر طيب خلينا ذكرت ليفربول خلينا نبلش بمباراة ليفربول وأستون فيلا يعني شو اللي صار إنه ليفربول يخسر بسبعة أهداف مقابل ثلاثة هلأ بداية كان نقطة مهمة أولا أستون فيلا بقدم مستوى طيب مستوى جيد ما قبل مباراة ليفربول وهذا شيء واضح على جدول الترتيب هو ثاني الترتيب في الدورة الإنجليزي الآن صحيح هو أن هزم في مباراة واحدة ولكن فاز في باقي المباريات لذلك كان متوقع أن ليفربول يكون بمواجهة قوية ضد أستون فيلا لكن الفكرة كانت أنه ليست في سباعية يعني أنت تطلقى سبعة أهداف هذا شيء لأول مرة في تاريخ نادي ليفربول أنه يطلقى سبعة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ يورغني كلوب يطلقى أكثر من خمس أهداف ويطلقى قبل مرة خمس أهداف من مستوى سيتي فلذلك شيء تاريخي كان في تلك الليلة يعني وهاردلك لجمهير نادي ليفربول الفكرة كانت أنه نادي ليفربول في حال لم يطبق الضغط العالي بعاني عادة فنيا بعاني غياب مانيه كان مؤثر جدا ما استطاع الفريق يطبق الضغط العالي لذلك كان فيه مساحات كبيرة وهاي المشاكل واضحة من بداية الموسم مع ليفربول دفاعه في مشاكل يتلقى عدد أهداف كبير وتكشف هذا الأمر في هذه المباراة وهذا شيء جيد جدا لكلوب أنه يعالجه من الآن ما يتصير هاي الأمور في نهاية الموسم أو في وسط الموسم يعني لسه معه وقت بلحق حال دعونا نحكي عن أفرتون يعني يستحق أنه نحكي معه في عهد أنشلوتي شو سر تألقهم هذا الموسم؟ بداية تاريخية لأول مرة في تاريخ أفرتون في تاريخ النادي الكبير أنه يفوز في أول أربع مباريات علامة كاملة طبعا علامة كاملة سبعة مباريات لعبها في موسم 2021 ما بين الدوري والكاس نعم فاز فيهم جميعهم علامة كاملة 12 نقطة طبعا الفضل أكيد لكارلو أنشلوتي أكيد للمجموعة اللي بناها كارلو أنشلوتي الفارق كان مع المدرب ومع الفريق أنه الصفقات اللي حدثت جميحا كانت إيجابية تأثيرها مباشر إن كان جيمس دريغز أكثر من مرة تميرات صحيحة في الدوري الإنجليزي إن كان ديكوري في خط الوسط وألن طبعا تألق أحد هدفين الدوري الإنجليزي اللي هو كالفيرت لوين لذلك المجموعة كاملة تلعب في تنظيم وهذا أدى أنه يكون في نتائج إيجابية كبيرة وتصدر للدوري الإنجليزي وطبعا الجولة القادمة اللي هي رح تكون ما بعد أسبوع الفيفا رح يكون ما بين ليفربول وإيفرتون ديربل ميرسي سايد رح يكون فرجة جميلة أكيد للجميع حلو منحتاج بدنا نشوفك منافسات شديدة طيب نحكي عن توتنهام اللي حقق كمان يعني فوز تاريخي بنقدر نقول على منشستر وبرضه بعدد أهداف مفاجئ نحن نقدر نقول هذا أسبوع فعليا هو الأسبوع المجنون يعني في الدوري الإنجليزي يعني إحنا ما رح ما في توقف من طرح المفاجآت كل مفاجآت ونتائج كبيرة نكملها لآخر الموسم طبعا أكيد حكي لنا عن هاي المباراة طبعا توتنهام منشستر نايتد عودت جوسي مورينيو للأردت أفورد هذه يعني كانت فرصة إلو إنه يرد الاعتبار وما كان أي رد اعتبار يعني كان رد اعتبار قوي جدا يعني في 30 ثاني يطلقى الفريق هدف من ضرب الجزاء مع ذلك قدم ردة فعل ممتازة صحيح النقص العدد كان مؤثر على منشستر نايتد لكن اللي شاهد مباراة نيوكاسل توتنهام مقبل مباراة منشستر نايتد شاهد إنه فعلا توتنهام في شكل جديد نعم وهذا الشيء غريب إنه مورينيو يغير منشكل الفريق بشكل مفاجئ الفريق بهاجم بشكل كبير بعمل ضغط عالي وهذا اللي عمله ما بعد تلقي هدف ضد منشستر نايتد ضغط ضغط عالي وإحنا عارفين إنه دفاع منشستر نايتد للأسف دون المستوى هدفين سريعات طرد لذلك ذهبتهم براي يعني لطريق كان متوقع ولكن سداسية تاريخية وهذا الشيء ما حصل من عام 1957 إنه يطلقى في الأورد ترافولد ست أهداف منشستر نايتد أو خمس أهداف في شوط واحد نعم يعني هي كانت بجميع الأشكال ليلي تاريخية أو جولة تاريخية طب تتوقع إنه مورينيو رح يبعد أكتر مع توتنهام بعد هاي النتائج والأداء بصراحة الواضح نعم الواضح إنه في تطور الفريق بدأ يتناسب مع فكر جوزي مورينيو وفي نفس الوقت جوزي مورينيو لأول مرة بيغير من فكره الخاص داخل الملعب بيلعب ضغط عالي بيلعب بخطوط متقدمة وهذا شيء جميل جدا إنه نشوف إنه بيستطيع إنه يستخدم أدواته الهجومية بشكل صحيح فلذلك الواضح وخاصة بعد عودة جاريث بيل فأكيد رح يكون في إضافة كبيرة لنادي توتنهام وأكيد رح نشوف رح يكون الوضع أفضل توتنهام في المراكز الأربعة الأولى أكيد طيب نروح لأرسنال وليستر سيتي يعني تسع نقاط من أربع مباريات بتتوقع إنه دول الفريقين رح يكملوا على هذا المستوى بصراحة هو يعني شيء مميز هي الجولة شما تحدثنا عن جميع الأفريقى يعني كان فيه أداء جيد جدا فيه مدربين قاموا بعمل جيد ومنهم أرتيتا بقدم عمل جيد جدا مع أرسنال الفريق بتطور لكن مش بشكل سريع لكن تطور إيجابي وواضح على نتائج الفريق والأداء ومركز الرابع طبعا للأرسنال الجيد بالنسبة لكبداية لذلك الفريق حافظ على نجومه الفريق أيضا عمل صفقات ممتازة نعم توماس بارتي الآن موجود في النادي لذلك الأرسنال رح يكون فيه كلمة في الدورة الإنجليزية طبعا منافسة على اللقب شوي صعبة ولكن بالتأكيد أنه رح ينافس على مقعد مؤهل لدورة أبطال أوروبا بالنسبة لليستر سيتي رغم أنه سقط بثلاثية أمام وستهام اللي بقدم أيضا مستوى طيب لكن ما زال في المركز الثالث في الدوري بقدم مستوى طيب للآن استطاع أن يفوز بخماسية موسم الجولة الماضية على مستوى سيتي فأكيد روجرز لديه فرصة أنه يكرر الموسم الماضي ويبعد عن فقدان النقاط اللي أخرجوا الموسم الماضي من دورة أبطال أوروبا طيب تشيلسي تشيلسي جمع سبع نقاط من أربع مباريات وفي ظل التعاقدات اللي عملها برأيك بقيادة لامبرد هل هو مقنع حتى هذه اللحظة؟ يعني تشيلسي كونه لامبرد تعاطفا معه الأمور شوي صعبة عليه أنت ما بتستطيع أنك تغير شكل فريق بشكل مباشر بدك شوي تأخذ الأمور تدريجيا خاصة أن الصفقات مؤثرة في المراكز فلذلك يجب أنه يسعى في الوقت ولكن أنه لامبرد لازم يأخذ خطوة أسرع هو صحيح أنه الآن في تجربة بحصل النقاط بشكل جيد لكن الأداء ما زالت عليه علامات استقهام لكن يجب أنه يأخذ أسرع من هيك حتى يبعد عن أي أجواء سلبية من نتائج سلبية أتمنى أنه يكون تعاملوا أفضل من هيك لأنه معه معه دكة ومعه أساسيين بستطيعوا أن يقدموا إضافة كبيرة طيب منشستر سيتي يمكن ما عم نشوفه زي ما إحنا متعودين إننا نشوفه فوين رايح هذا الموسم وما هي الأسباب اللي خلته في هذا الوضع يعني منشستر سيتي سقط بخماسية أمام منشستر سيتي توقع أن يكون فيه ردة فعل قوية فعلا كان فيه ردة فعل قوية ضد ليدز لمدة 45 دقيقة لهي الشوت الأول الشوت الثاني كان فيه غياب كبير لكوارديولا وكأنه المدرب مش موجود على الخط خط الدكة يعني المدرب بيالسة قدم تبديلات سريعة قراءة ممتازة في الشوت الثاني على عكس منشستر سيتي ما قام بأي شيء وليدزي نويت تقدم شوت ممتاز للآن هذه يعني أنا بعتبرها أزمة ثقة بالنسبة لإغوارديولا كشخص حدثت الموسم الماضي وفقد فيها نقاط كبيرة وخرج من المنافسة واستطاع أن الليفربول يكون فيه فارق مريح أتمنى أنها ما تتكرر أو تستمر لفترة طويلة مع غوارديولا لأنه بصراحة عنده الدكة عنده الأساسيين صحيح كان فيه إصابات ويابات لكن الاختيارات كان عليها علمات استفهام كبيرة يعني هو وضع في الرندينو في الدكة وبدأ في مدافع جديد ما تدرب حتى مع النادي إلا تمرين واحد لذلك كان فيه شوي مجازفة من غوارديولا لكن بالتأكيد مع عودة أغويرو للآن بالتدريبات الجماعية وعودة الباقي المصابين المفترض أن غوارديولا يعمل ردة فعل قوية وما يخسر نقاط خاصة في الأسباب القادمة مهم نظلنا نشوف هذا الجنور بالدوري الإنجليزي لأنه أحلى شيء فعلاً هو دوري الإنجليزي الممتاز ممتع لهذه الأمور أنه فيه عدة أنية بنفس المستوى عدة مدربين بنفس المستوى ونتائج مفاجئة كمان ونتائج مفاجئة طبعاً بالضبط طيب بعيداً عن الدوري الإنجليزي نحكي عن المركاتو ومن عشرات السنوات يمكن أن نرى ريال مدريد ما يعمل هذه التعاقدات شو اللي تغير بسياسة ريال مدريد وزيدان هل فعلاً لا يحتاج لأي تعزيزات بهذه المرحلة؟ لنكن صراحين هو بحتاج بكل تأكيد يحتاج لتعزيزات ولكن هي ثقة أول شيء في المدرب في تفاهم ما بين بيريز وما بين زيدان لذلك صحيح أن الجماهير الأمر يعني غير معجبين به كونه أنه كل الأندي قامت في مركاتو دخلت مركاتو إلا نادي ريال مدريد لكن مدام العنصرين الأساسيين في النادي اللي هم المدرب والرئيس متفقين على هذا الأمر لذلك الأمور طيبة أكيد الجائحة مستهلة ريال مدريد داخل في مشروع البرنبي الجديد لذلك كان فيه اتفاق واضح أنه ما بين زيدان و بيريز أنه الاعتماد على الموجودين وتنشئت الدكة بشكل أفضل كان فيه عدة نقاط مهمة أنه استغنوا عن أشرف حكيمي لإنتر ميلان لكن أعادوا أوديغارد الريا مدريد بيستطيع أنه ينافس على الليقة صحيح أوروبا شوي الموضوع صعب ولكن المشروع القادم لريا مدريد جميل صحيح أنه هو بطيء ولكن الواضح أنه فيه شيء جميل قادم إن شاء الله محمد حلمي بيأشكر حضورك معنا اليوم أهلا وسهلا شكرا أهلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة